قالت مصادر محلية أن خلايا إخوانية مدعومة من قطر استغلت وقفة احتجاجية منددة بدخول عام ثالث على اتفاق سوك هولم والذي تحول إلى غطاء للعدوان الحوثي في محاولة رفع شعارات معادية لتحالف دعم الشرعية في اليمن ووفقا لمصادر فإن قيادات إخوانية من خارج السهل اكتهامي تتحرك لتكوين تشكيلات مسلحة مرتبطة بقطر لتفخيخ مدرية الخوخة المركز الإداري المؤقت لمحافظة الحديدة ضمن مساعي مكثفة لعرقلة ترتيبات سعودية كبيرة لتوحيد بيت الشرعية وتشهد بلدات الساحل الغربي حربا شعواء للحوثي والإخوان في مسعى لإرباك الأمن بالمناطق المحررة وشل الحياة العامة وسط التفاف شعبي ورسمي لمواجهة أي تدخلات وأعمال عبثية وأوضحت المصادر أن سلسلة هجمات تخريبية مدبرة طالت منظومة خطوط الاتصالات والإنترنت على مدى الأسبوع الجاري كشفت بجلاء إرهابا مشتركا للحوثيين والإخوان ترجمة نانسي قنقر